انت شايف ان حكامنا المصريين يحكموا عادي في الدول الإنجليزي؟ كابتن تفضل ايه أقوى مطش في مصر؟ أهلي وزمالك طبعا أقوى ولا نيجيريا وكوتف وار سيمين فاينال كاس أم الأفريقية بسألك على قوة المباراة وعدد المحترفين اللي في المطش لا اتكلم فنيا كلاعبين ولا بتتكلم على جماهرية؟ لا انا ما لهم الجماهرية كابتن انا بنزل احكم ل11 لعيب قدام 11 لعيب مليش داو خلاص انا مليش داو انا راجل جاية طب باكلنا اعمل شغلي الجماهرية دي لحضرتك في الإعلام وللأنجية انا رايح اعمل شغلي بس ما انت انت ارتضيت دلوقتي هو انت بتكلم لما قتلك لو انت رئيس لاجل حكام انت موافق ان في بعض المباراة يجي حكام أجانب طب انت موافق ليه قدامها هي 11 ضد 11 لا وانا مثلا عايز رئيس لاجل حكام اللي في مصري يجي يقول لي انا حاكم مصري هو لا حاكم كل المباراة انا اشترطت على موافقتي احنا مش عايزين فيه تصرحات عن تارية وبعد كده تتمسك عليه ما انحققهاش دا انا محبش الكلام دا انا بطول عمري واضح واللي بتكلمه بنافزه نادي الاهلي نادي الزمالك نادي الإسماعيلي نادي بيرومز نادي مصري احنا السبب كحكام بسبب أداءنا هبط شوية ان الاندية بدأت ما بقيتش يعني السقة تهزت شوية شكرك شكرا على الجملة دي عشان كتير قوي من الحكام اللي بيقعدوا معايا يقول لي لا لا الحكام في أعلى مستوى ممكن الاندية هي اللي بتبالغ لا احنا الفتر احنا كنا في أعلى مستوى ممكن لحد كاس أمم أفريقية كمام؟ الحكام رجعت من كاس أمم أفريقية خدوا عين خدوا عين؟ اه طبعا اه خدوا عين وبعد كده بدأنا احنا بقى ايه اه كابتر امراهين بني بدأت تدلم شوية ايه بس لما توريس لجل الحكام اللي وطلقته قلت خدوا عين دي هتبقى مشكلة كبيرة غير اي حاجة تانية يعني اخدوش عين يعني يعني عايزين نقول عايزين نقول ممكن نقول ايه انه اكيد امور فهي نشوت اقولك بصراحة اللي حصل هي نشوت الفرحة بتاعتهم ونشوت الانتصار ان هم يكملوا اه ما كان منتخب مصر لأبعد نقطة ممكنة اللي هي السمي فاينال ودي حاجة كويسة جدا فهم راجعين بنشوت الانتصار فبدأ كل واحد داخليا زي احنا بنقولها في الكورة اللي هي اترفعت شوية تمام حسب نفس خلاص انا انا عملت اللي انتو كلكم وعملتهوش انا كده كده جامد اه خلاص انا جاي جامد صح فالموضوع ده بيحصل اي حد اي حد زي العيب ينزل يجيب جون في مباراة فاينال مثلا يجيب كاسو يجيب دوري لنادي فبصص لايه في اول تمرين ولا في اول مطشانو متاع يعني اه وقت كتير مستوى ما بيبقاش مستقر يعني بس هما ليه حقوق نفسهم بسرعة بس ايدي اقول تلي انه حتى الحكام الاجانب اللي بيجو وهم برضو المستوى بيبقاش فارق كتير عن حكام طب ليه انه احنا نجيب حكام اجانب انا السؤال ده دايما نشغلني على كابتن ابراهيم عشان القنديلة لما بتطلب بتتوسم انه هما اللي جايين من بره دول يعني هاي ليفل اوكي هما بيتوسموا زال هما لو عارفين هما لو عارفين هما لو عارفين انه المستوى دوت هيبقى موجود بالشكل ده طبعا مش يجيبوه هما بيجيبوه على اساس ان المستوى يبقى يعني متميز اللي حصل في مباراة الاهلي وبرمجز التانية لما كان الحاكم الالماني موجود والخناقات والمشاكل والحاجات اللي حصلت دي لو حاكم مصري هو اللي في المباراة كان الوضع يبقى عامل ازاي زي اللي حضرك بتشوفه هاي ببيانات وشكاوي اه انا قلت على الهواء هنا المباراة كان ليبا ما كانتش هتكمل بيانات وشكاوي بتاعه وكل نادي من حقه بص يا كابتن كريم كل نادي من حقه ادارته واعلامه وجلسه الفنية والادارية ولعيبته ان انت تحافظ والطالب بحقك صح ومفيش نادي في مصر بعد في يوم من الايام الاتحاد الكورة في 22 سنة تحكمه انا عاصرتهم بيقوله ان انا عايزك جامل او انا عايز حكم معين او من بلد معينة بيقولك انا عايز احقق العدالة احنا كمان عايزين نحقق العدالة في الجزء يعني ليكو وللحكام عشان نحقق العدالة احنا عندنا 306 مطش في الدورة الممتاز تمام عايزين تجيبوا ستة هنجيب 300 يبقى لازم نجيب للحكام ست مطشاط بديلة ليهم وبشكرهم على ذلك ده انا اللي هسعى انا لو رايش لاجمة حكام هسعى على ده عشان انا عايزة اسوأ امين عمر ومحمد معروف حلو حلو انا عايزة اسوأهم حلو بس انت قلت لاتي فهمت منك حاجة لو انت عايز حكام اجانب هنا اضمن الاول ان حكام هتلاقي يحكمه برشا انا فهمت كده صح مش لا مش ضمان انا اسعى على ذلك فيش حاجة مطمونة انا اسعى على ذلك حتى لو هيبقى البروتوكولة وهم عندهم لوائع بس لكل دولة ليها لوائع طبعا ممكن الاتحاد الفرنسى ممنوع يبقى في حكام اجانب لكن مش ممنوع مثلا في امارات المنتخبات الوديية في الايام بتاعت المنشاط الوديية الدولية بتاعت التصنيف كويس في الفيفا دي نجيب المنشاط من دي احنا كنا عملنا ببروتوكول ده مع تونس نجح عملنا مع الامارات ونجح عاملينه دلوقتي مع الكويت بس انت هل هتقدر تروح تجيب معاكم من الكويت حاكم قاله زملك لا الا اذا عندهم واحد مرشح لكاس عالم وروح كاس عالم ونجح في كاس العالم فانت تبدأ تجيبه صحيح كويس صحيح بس